موسيقى حلقة جديدة من برنامج تيكي تاكا البرنامج الرياضي الذي يطل عليكم عبر قناتي الآن ويواكب كافة الأخبار الرياضية وأبرز الشائعات على الساحة الرياضية العالمية في حلقة اليوم نفتح ملف الخلاف الذي بدأ يطلع على الصبح بين زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وفلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني كما نكشف تفاصيل وأسرار إصابات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا المتكررة أهلا ومرحبا بكم كشفت معلومات صحفية عن ازدياد التوتر في الفترة الأخيرة بين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد وفلورنتينو بيريز رئيس النادي ووفقا لشبكة دون بالون الإسبانية فإن العلاقة بين زيدان وفلورنتينو بيريز أصبحت أكثر توترا من أي وقت مضى حيث يمتلك رئيس ريال مدريد طريقته في رؤية مستقبل الفريق وهو ما لا يتماشى مع المدرب الفرنسي وأشارت إلى أنه مع توتر العلاقات بين زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز ظهر المدرب البرتغالي جوزي مورينيو في الصورة لخلافة الفرنسي في النادي الملكي ريال مدريد أرحب بضيفي الصحفي الرياضي أحمد الشوم والصديق العزيز أهلاً فيك أحمد أهلاً يا حبيب أحمد أحمد الحي إلى أقلك و إلى جماعة المشاهدين أهلاً فيك زيدان وفلورنتينو بيريز يبدو أن الخلاف بدأ يكبر ككرة الثلج هل هذا سينعكس على ريال مدريد حالياً؟ لا يوجد رسمي من النادي طالع أنه في خلاف بين زيدان ما سوف يترفق أنه في خلاف طبعاً لا كله كلام صحف الصحف تتنبأ بالخلافات طبعاً مع نسبة للنتائج بالنسبة لأي لي بعتقد أنه هلأ التفكير بمورينو أو لأي بديل آخر لزيدان بعد بكير دورة الإسبانية هنا بالصدارة ما ننسى دورة الأبطال لو فيه شوية تراجع ولكن بعد بكير اللي حتنحكم بعدنا من دورة المجموعات ما ننسى كمان تاريخ زيدان مع ريال مدريد أنت بتحكي بسنتين وخمسة شهر حقاق تسع ألقاب يعني شوف الطريقة اللي طلع فيها زيدان من ريال مدريد وطريقة اللي طلع فيها مورينو ما بعتقد يعني من الظلم أنه نحكي بعد لهلأ عن زيدان ولا عن استقبل زيدان مع الفريق الملكي زيدان صحيح يعني هو حقق ألقاب لكن حاليا الفريق يعاني في دورة أبطال أوروبا رفض عفوا عنده مباريات صعبة أمام قلات السراي أمام البرشلون في الكلاسيكو بعد أيام ويبدو أنه يعاني حتى في دورة أبطال النتائج لم تكن جيدة ويبدو أن هناك مشكلة يعني أن زيدان يعاني خاصة هناك في أزمة اللاعبين يعني أنه هناك المنتدبين الجدد لم يحققوا المطلوب كيوفيتش مثلا أو حتى هازارد شوف زيدان واتأج على ريال مدريد من بعد ما خرج وحقق هذه الألقاب وخرج بهذه الفترة اللي غاب فيها ريال مدريد كان الفريق متدهور فهو رجع بده وقت لحتي يقدر بس يوقف الفريق على إجريه فهذا شي طبيعي فأنت هلأ متصدر الدورة الإسبانية وبدور الأبطال بعد أمورك يعني ما فينا نقول أنه كارثي أنت بعدك بالمنافسة وقدر تتعهد أوكي عندك منافسات عندك مباريات قوية جاي عطارو ولكن ما فينا نحكم من هلأ يمكن يقدر يتخطاهم فالعملية بده وقت فعمل لك أنه كل شيء الاسم البديل المطروح مورينيو رفض ليون رفض تدريب نادي ليون من فترة الذي أقال سيلفينيو يقول بأنه هناك نادي أو رئيس نادي ليون قال بالحرف مورينيو أخبرنا بأنه اختار النادي الذي سيدربه هل معقول أن يكون مورينيو قريب من ريال مدريد؟ شوف برجع بقول لك ما بعتقد دارت ريال مدريد حتقطه هذه الخطوة تشيل زيدان أول شيء بالنسبة للأمور المادية يمكن تكون مكلفة عليهم في شارج زائل زيدان ممكن يكون غير فريق فيه أكثر من فريق يمكن مورينيو ما حبيب الدوري الفرنسي يمكن بقول لك ما بلايه طموحاته يمكن فيه برشلوني أكثر من فريق وعيدرينيو يجيبه مورينيو يمكن بالدوري الإنجليزي فليش أنه حصريا ريال مدريد؟ أنا مصنون زيدان سيكمل مع ريال مدريد وحقا رح نشوف انصرارك لو رح يوصلنا يبدو أن فترة الانتقالات الشتوية القادمة وعزيزي خط وسط الفريق عقب الهزيمتين التي تعرض لهما أمام برشلونة بهدفين مقابل هدف في دور أبطال أوروبا وبنفس النتيجة أمام يوفانتوس في الدور الإيطالي وكشفت صحيفة كوريري دولو سبورت عن اتجاه الإنتر نحو الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة أو الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب مانشستر يونيتد وبالانتقال إلى التوقيع مع لاعب شاب فإن هناك اسمين على الطاولة الأول هو الهولندي دوني فانديبك من آياكس أمستردام والآخر هو الإيطالي كاسترو بيلي الذي يتألق في صفوف فيورنتينا أحمد انتر ميلان يعني يبدو أنه يعود أو هو على الطريق الصحيح مع كونتي رغم الهزيمتين في الدور الإيطالي أو في دور أبطال أوروبا أمام أندية كبيرة أو أندية جاهزة كبرشلونة ويوفانتوس انتذابات أيضا قوية سيدخل السوق الشتوي بقوة هل تعتقد بأن انتر على الطريق يعني بطريقه لحقق أحد الألقاب ربما رقب دور إيطالي أو كأس هذا الموسم مع كونتي شوف لهلا كل المؤشرات بتقول أنه الانتر منافس قوي على جميع الألقاب العامل العافية جميع البطولات العامل العافية بالنسبة للتعاقدات المتوقعة أنه ممكن يعملها طبيعا هذا بيعود لجهاز الفني بإلا كنا نحن عنا نقص بهذا المكان حسب رؤيته حسب احتياجاته وعم يشتغل على هذا إذا هن قدرين ماديا وعندهم هي هيدا الاستقرار الاستقرار المادي قدرين يجيبه هول اللاعبين فطيض هيدا 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 الخطوة الصح وعم يشتغلوا لحتى يدعموا صفوفهم وهيدا الإصرار أنه نحنا هذا العمل بيخليك تعرف أنه نحنا الانتر رايح أنه يجيب بطولات هذا العمل هذا الصحيح هذا الصحيح تماما كونتي نجح مع اليوفي ونجح حتى مع تشيلسي لكن الانتر هناك معضلة فيه بأنه غاب كثيرا عن الواجهة لمدة سنوات طويلة حاليا مسألة إعادة الفريق إعادة هذا الوهج أو هذا التألق لهذا الفريق ورأينا مستويات رائعة خصوصا في مباراة برشونا قدم مستويات رائعة هل تعتقد بأن كونتي هو الشخص المنشود لإعادة هذا المجد لانتر ميلان كمدرب أنا أتكلم عن مدرب حاليا كمدرب طبعا كونتي يعني ما في اتنين بيختلفوا على قيمته الفنية الكبيرة وعلى أداشه عادر ممكن يغير بأي فريق ممكن يسترم وما تنسى الدورة الإطالية لعبته عادر ممكن مع انتر ولا مع أي فريق تاني ولكن مع هذه الخطوات اللي عم بياخدوها على المستوى اللي عم بيقدمه شفنا المستوى اللي عدمه أمام برشلونا لو فقد الصدارة أمام يوفنتوس فريق نقطة فبتعيل أهلاء أنه ماشي بمنافسة كتير قوي بالدورة الإيطالية فهذا شيء طبيعي مبين أنه يعطيك مؤشرات أنه كنت قادر يعمل شيء مع الانتر مصلا الله اللعبين يتجاوبوا معه أما شيء هي هذه العلاقة بين المدرب واللاعبين التوليف تماما تيكيتاكا متواصل معكم لكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد خرج النجم البرازيلي نماردا سيلفا من مباراة منتخب بلاده الودية أمام نيجيريا بعد شعوره بألم في عضلة فخذه الخلفية ولم تنضي سوى عشر دقائق حتى شعر نجم باريس سان جيرمان بالألم مطالبا الجهاز الفني باستبداله وهو ما فجر التساؤلات حول سبب تعرض نمار للإصابات بشكل متكرر تناولت الصحف العالمية خذال الفترات الماضية الحديث عن اللغز حول الإصابات المتكررة لنيمار حيث تعد هذه الإصابة رقم 22 لنجم منتخب السامبا منذ 2014 فقط أرحب فيك طبعا أحمد مرة أخرى نمار دا سيلفا 22 إصابة خلال تقريبا 6 سنوات تماما 6 سنوات ما الموضوع يعني المشاهد أو المتابع لنجم بهذا الحجم يريد أن يعلم ما الذي يحصل مع نمار شوف أي لعب معرض للإصابات طبعا مش بهذا بهذه الكمية نمار من اللعبين براغوا جدا يعني اللعب عنده المهارة الفردية جدا وهو كتير يحب يراوخ فيها للطابع فهذا سبب هذا سبب رئيسي أنه بيقى دايما معرض للإصابات صحيح ثاني شغالي الموضوع يمكن يكون عنده البناء العضل البناء عنده البدن يكون ضعيف بده يشغل على هذا الموضوع نحن منذكر وتأجي على برشلونة كانوا عملي له برنامج لحتى يقدر يزيد وزنه بالنسبة أنه كان في عنده نقص بالعضل بالنسبة للوزن واشتغلوا اشتغلوا على هذا الموضوع ممكن يكون بعده أنه عم يعاني من هذا صحيح طبيب المنتخب برازيلي ذكر ما قلته بأنه ربما يحتفظ ذلكرة كثيرا ويراوى كثيرا اللاعبين لكن حاليا يعني يقال طبعا معروف كان في أنه كان قريب من العودة إلى برشلونة حاليا يعني يتم الحديث عن إصابة مزمنة لنيمار هل برأيك لاعب كنيمار يعني هذه الإصابات يعني ممكن تأثر على مسيرته هل نعود بالذاكرة إلى رونالدو البرازيلي مثلا طبعا ما فينا القارن رونالدو أنت بتشوف رونالدو البرازيلي الأفضل طبعا طبعا الأفضل كان في لعيم فعلا يعني بتشوفوا هذا اللاعب كرة قدم يعني بعد إصابتين الرباط صليبي يرجع ويقود هدف كأس العالم لأفين واثنين هيدا يمكن كانت معجزة بكرة القدم نمار فعلا بيفتعد لهيدا الشخصية اللي كانت بتمتلكها اللاعبين السابقين هيدا اللي بينقص المنتخب البرازيلي بدهم اللاعب القائد هو هلا هو الأفضل هن ما اعتبرونه القاد ولكن لازم يعني يتحلى بهذه الشخصية اللي كان فيها قبل ريفالدو ورونالدينيو ورونالدو وغيرهم تمام ما بعتقد الإصابات حتى تأثر طالما عنده نرجو ذلك هو يقدم يقدم أنه شيلة مستهبل صحيح نرجو ذلك أو خصوصا بأنه بوفون يعني تفاجأ بأنه لم ينال الكرة الذهبية حتى الآن وقال بأنه ذك يعني استغرب ذلك ونقل هذا الاستغراب لنيمار طبعا فيه ناس بيقولوا عنه المخرج هو لازم يوقف شوي تهجي يكون جدي أكتب بالملعب بتلاقي نيمار بيوصل البطرح لبدوية صحيح أكد رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا عن دعمه لمدافعه ماتياس ديليخت عاقب سلسلة الأخطاء التي ارتكبها اللاعب الشاب هذا الموسم سواء مع ناديه يوفنتوس الإيطالي أو المنتخب الهولندي ديليخت ارتكب سلسلة من الأخطاء هذا الموسم سواء مع اليوفي أو مع منتخب بلاده ووقع تحت طائلة النقد بعدما تسبب في دخول هدف أيرلندا الشمالية في لقاء تصفيات يورو 2020 بعدما تفوق عليه جوش باكينيس في الهواء مدرب إيفيرتون الإنجليزي السابق دافع عن لعبه موجها له رسالة قائلا من الواضح أن عليه تغيير الطريقة التي يلعب بها مع نديه لم نرى ديليخت المتألق الذي تألق مع آيكس العام الماضي لم نرى حتى الآن في هذا الموسم لا مع المنتخب الهولندي ولا مع اليوفي هل تكون هذا الانتقال يعني وبال على ديليخت كالنجم؟ لا ما بتأد هذا الشيء يكون مؤثر عليه بشكل سلبي لكن التنافس بالدورة الإيطالية ممكن بيختلف عن الدورة مع آيكس في هولندا هذه الشغلة هذه الشغلة ممكن تخليه أنه بعضه ما دخل بالتوليف مع الفريق بالنسبة لما هو في المدرب فعلا هذا القرار الصح هذه الثقافة الرياضية التي تتمتع فيها الكرة الأوروبية أنا لعب عمره عشرين سنة ما أقدم مستوى أريد أن أدعمه مع المنطقة من الطبيعي من الطبيعي هذا القرار الصائب الذي يمكن أن يأخذ أي مدرب أي مدرب في العالم مدرب عاقل يمكن أن يأخذ هذا القرار يمكن أن نحن ببلادنا العربية يرون أي لعب نزل بمباراة خلص رحلوا على البيت فهذا الشيء الذي يرجع يجعل اللاعب يقف على إجراء ويمشي بالطريق الصح بالعكس ترفع شابولا كمان تمام حذف النجم الإنجليزي جيمي فاردي هداف لستر سيتي مواطنه واين روني مهاجم وانشستر يونيتد السابق ودي سي يونيتد الأمريكي الحالي من قائمة الأصدقاء والمتابعين له على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام في أول ردة فعل منه بعد اتهام زوجته ريبيكا بالتجسس وتسريب أخبار كولين زوجة روني رغم أن علاقة فاردي مع روني دائما طيبة ولم تشهد أي خلافات بينهما لكن هداف لستر سيتي اتخذ هذه الخطوة تضامنا مع زوجته التي أصبحت سمعتها سيئة في وسائل الإعلام بسبب اتهامها بالتجسس على إحدى أقرب صديقاتها وتسريب أخبارها للإعلام مقابل الحصول على أموال مشاكل نسوان انتقلت لللاعبين فاردي و روني طبعا قدموا الكثير للمنتخب الإنجليزي لكن حاليا يجب أن يقدموا الكثير لنسائهم لكي يهدوا النفوس طبعا بيقولوا المثل الشعبي اللي عندنا قاضي اللي وليات شنع حالهم قاضي النسوان انتحر تماما الخلاف هذه خصوصا انتقل للإعلام يعني يؤثر اللاعبين أيقونات بالكورة القدم خاصة الإنجليزية منتخب إنجلترا بالأنديا الإنجليزية وفاردي ما يزال لاعب بالدور الإنجليزي ألا يؤثر على سمعة الكرة الإنجليزية طبعا الشيطبيعي أكيد لأن بالنهاية وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة فأنا يمكن هذا الفقر وفي أخدين المسهد صاحب طبيعينا طبيعي عندهم وسائل الإعلام لأنه تهتم بهيك أصص وأكيد حتأثر عليهم ونحن شفنا كمان هي عائلة مرتولة فاردي عائلة وانا حامل وما بدي هالأمور يتأثر عليها بشكل سلبي يعني بتاخد هذا الشغل الشغلي وانا كمان بالنسبة للبيبي اللي عندي ما بدي يتأثر بهذا الشيء صحيح كل الصحافي بتعمل عليهم يعني كي بدألك بتعمل عليهم ضغط على الجو العائلي اللي عنده بالبيت تمام ما هي تشعر أقل شيء طالوا هالتصريحات هذه وبنهاية إن شاء الله المحاكم سوصل للنتيجة مع النسبة نحن متواصلين أحمد صحيح فاصل قصير ونعود لمتابعة تيكي تاكا ابقوا معنا أهلا بكم من جديد عاد فابينو لاعب وسط فريق ليفر بول الإنجليزي للتعليق عن الحادثة التي شهدت غضب زميله المهاجم ساديو ماني ضد بيرنلي وكان ماني قد أثار علامات الاستفهام عندما كانت ردة فعله غاضبا بعد أن تم استبداله في نهاية المباراة وتبين في وقت لاحق أن السينيجالي لم يكن سعيدا لعدم تلقيه تمريرة من صلاح رغم أنه لم يكن مراقبا أمام مرمى الخصم وقال فابينو في تصريحات نقلتها صحيفة ليفر بول إيكو أثناء المباراة يمكن أن تزداد الأمور حدة وتحدث خلافات القدم هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك ولن تكون المرة الأخيرة أرحب فيك من جديد أحمد فابينو يحاول التقليل من أهمية ما يحدث بين ساديو ماني وصلاح لكن الكل يعترف أو الكل يعلم بأن هناك خلاف كبير لكن ليفر بول يحاول إدارته بطريقة ذكية أو إدارة ليفر بول المدرب اللاعبين هذا الخلاف يعني لحد الآن لم يؤثر على ليفر بول ألا ترى بأن امتداد هذا الموضوع سيكون له عواقب كبيرة على الفريق الليفر بولي طبعا نشوف أي فريق عنده إدارة ناشحة وعنده نظام ما هيقبل بتكرار هذا الشيء له مكان لازم يصير يعني نحن قليل ما نشوف هذه المشاهد خصوصا بالكرة الأوروبية لأنه عندهم الثقافة الرياضية اللي بتخليهم أنه يقدروا يتحملوا هايك دغوطات وهيك شغلات يعفوا كيف يتصرفوا مع هيك مواقف طبعا بتكرار هذا الموضوع حيدفع إدارة الليفر بول حتى أخذ قرار ممكن بماناة أو بصلاح بالنسبة اللي قاله فابينو فعلا هوا هيدا شي طبيعي يحصل بملاعب كرة القدم أيا لعب يعصب أيا لعب نكون عنده هيدا الحافز هيدا الاندفاع أنا عادر فيه عندي شي لازم وما عاد يمكن نتيجة أنه تمريرة من زميلي أو سوء أداء ممكن أنا يكون فيه يطلعيني عن طوري صحيح كمان يعني تصرف ماناة أمام الكاميرا أو أمام الجمهور هذا الشي ما لازم يصير ولا لازم يتكرر أوكي صار أول مرة إدارة ليفر بول تحتوي هذا الموضوع ما الحل هل رحيل أحد اللاعبين هو الحل أو أنه لا طبعا يدون هناك غيرة بينهم هلا ممكن ممكن يكون غيرة فيك تقدمها شوف بأي فرق في غيرة بين اللاعبين وفي تنفسية على المراكز ولكن ما لازم هذا يظهر للعلن صار هذا شي ما كان لازم يسير إدارة ليفر بول قدرت تحتوي هذا شي حتى كان شفنا موقف محمد صلاح الفيديو اللي نشره على السوشال ميديا أنه أنا ومانين ما في هذا الخلاف بيننا ولكن إن اتكرر طبعا نيفر بول ستلجأ أنه بالنهاية نحن فريق أن نظامنا أن الرول ستعولنا وما هو أحد يتخطى لحدود الحمر طبعا سيكون في قرار حتى لو بالفصل لو وصلت في الفصل صحيح أعلنت الشرطة الإسبانية نتائج التحقيق في تعرض منازل عدد من لاعبي الكرة الإسبانية العالميين لعمليات سطو وسرقة خلال الشهور الماضية واتبع اللصوص نفس الطريقة دائما في سرقاتهم باستغلال انشغال اللاعبين بفترات معسكرهم أو مشاركتهم بأحد المباريات واقتحام منازلهم وفقا لصحيفة البييس الإسبانية وقال محققه وحدة مكافحة الجرائم إن معظم اللصوص ينتمون إلى أوروبا الشرقية وهي عبارة عن عصابة مكونة من أربعة أشخاص وكانت قد تعرضت منازل أكثر من 20 لاعبا لكرة القدم في إسبانيا لعمليات سرقة وأبرزهم الفرنسي كريم بن زيمة نجم ريال مدريد ومدرب الفريق زين الدين زيدان أربع لصوص شغلوا الكرة العالمية وليس الإسبانيا فقط كانت ظاهرة فعلا فريدة من نوعه أثناء المباريات يتسللون إلى الفريق إلى المنازل كلهم مشغولين بالمباريات شغلة منيحة وصارت عنده ما صارت عنده الحمد لله نحن تركنا لفتبال عبكير الحمد لله حتى لو وزولا عنا ما حيلاقوا شي حيطلعوا عني مبتل حتى لاعبين كانت هناك عائلاتهم في المنازل وطمسطوا عليها سطوا على المنازل هل بعد الاعتقال سيتم محاسبتهم لكن اللاعب ألا يحرص أكثر على أمنه الشخصي بشكل أفضل من ذلك يعني عشرين سرقة طبعا لأي اللاعبين في أوروبا كلهم عندهم الحرص ولكن ما حيكون هذا الحرص اللي انتمنك بالنهاية على هذه الشخصية لك ما ممكن يكون حارس باب حارس للمنطق اللي هو قاعد فيها للبيت ولكن ما حيكون فيها العدد الحراسي الكبير فأي عصابة عم تنفس بهذا التخطيط وبهذه الاستراتيجية اللي عندهم وعمراب وحتى الكاميرات اللي داخلين البيت يعني وصد فيهم المرحلة لحتى أنوا يقدروا يعرفوا شو يعملوا داخل بيتهم لازمهم لازم يكون في حالات توعية لازمهم حارس شخصي مثل كولسينيتش اللي دافع عن أوزيل وقت لتعرض الاعتداء في لندن تماما لازم يكون في حاملات توعية من شرطة المدينة لحتى يقدروا يتفادوا هذا الشيء مرات الجاعة وشو يتعلهم ما يحطوا فلوس صحيح صحيح وأكد برشلونة الذي يلعب في إقليم كتالونيا رفضه القرار التصادر عن المحكمة الإسبانية بسجن بعض قادة الحراك لاستقلال كتالونيا بتهمة التحريض على نشر الفتنة وقررت المحكمة سجن معارضين للحكم الإسباني لمدة تتراوح بين تسعة أعوام وثلاثة عشر عاما بسبب ما حدث من قبل عام عندما ظهر الغضب في الشوارع بسبب قيام الحرق الحكومة الإسبانية بعرقلة استفتاء الإقليم بالحصول على حق في تقرير المصير برشلونة تشتعل حاليا بعد هذا الموضوع وبرشلونة النادي يدخل على خط الأزمة السياسية بين أقليم كتالونيا والحكومة في إسبانيا في مدريد هل صحيح تدخل هذا النادي المعروف صار عالميا في السياسة؟ شوف يمكن الظروف خلته الظروف أجبرته أنه يدخل بهذا الموضوع وما تنسى كمان برشلونة مؤسسة مؤسسة بإقليم كتالونيا صحيح وهي يمكن إذا عالميا هالأد مشهورة إلها الشعبي فتتخيل أنت بإقليم كتالونيا فهي يمكن إلها صوت إلها تأثير أكيد في جماعات يعني دفعتها لحتى تطلع هذا البيان وبالنهاية يمكن هي عم بدافعة عن حقوق الأفراد بحرية التعبير عن رأيهم تقرير المصير يمكن الاستقلال بإقليم كتالونو بالعالم فمن الطبيعي يكون إلى هذا الموقف لمسنا في السابق حتى مدربين مثل عندك تذكر عام الماضي على هذه الحادثة يوم تم اعتقال القادة في كتالونيا غورديولا كان يلبس وردة صفرة وهي تضامنا معهم وحتى الإعلام الإنجليزي هاجموا حتى كان في عقوبة عليه وهو رفض ما يرتديها برأيك تدخل برشلونة النادي كالرياضة أو طبعا هو أوصل صوت كتالونيا للعالم لكن هل هو صحيح كتدخل نادي رياضي ذو ثقافة رياضية في السياسة شوف أي واحد يرفض تدخل لرياضة الخلط بين السياسة ورياضة أو بأي شيء تاني بالأمور الحياتية ولكن عمل لك في أمور دفعته أجبرته لأنه يتدخل بهذا الموضوع صحيح كمان عمل لك أنه هي قيمة مؤسسة برشلونة بقيمة كتالونيا صوته بنوصل طبعا أكيد هي صوت الشعب يمكن برشلونة مش قيمة كتالونيا هي برشلونة صحيح فأنت صوته واصل يمكن بالعالم كله بقيمة كتالونيا أكيد بدأت أسهل تماما وبالنهاية متعرف الأمور السياسية واللعب من تحت الطولة فهذا شيء يعني معروف معروف بكل البلاد صحيح أنا أشكرك صحيح أنا أشكرك الصحفي الرياضي والصديق العزيز أحمد الشيوم نورتنا في حلقة اليوم من تيكي تاكا أهلا فيك بهذا نصل إلى ختام تيكي تاكا على أمل أن نكون قد وفقنا في نقل آخر أخبار وشائعات النجوم وآخر توقعات سوق الانتقالات في العالم نلقاكم الأسبوع المقبل في ذات الموعد تحياتي وتحيات أفراد طاقة بالعمل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر